يسعد أوقاتكم يا صبايا وأهلا وسهلا فيكم على قناتنا فكرة وطبخة مع أم أحمد رح نعمل الخبز المتوم طريقة بسيطة وسهلة من المقبلات اللي بتكون على السفرة بحبوها كل أفراد الأسرة رح نعملها بطريقة سريعة وبسيطة وسهلة اخترنا هون خبز الفينو أو خبز الحمام أو الباقيت اللي زي ما أنتوا بتحكوا عنه طبعا إحنا هون جبنا الخبز اللي عليه السمسم وفيه برضه السادة يعني على الجهتين ممكن نختار أي نوع من الخبز قطعناه لدوائر زي ما أنتوا شايفين طبعا الشكل ممكن أنتوا تقطعوه بشكل تاني إحنا اخترنا هذا الشكل ورصناهم ورتبناهم في سنيات الخبز اللي رح نشويها فيهم وبننا نحضر الخليط اللي رح نشوي أو رح ندهن فيه سطح الخبز عنا هون زبدة دايما نختاروا زبدة نوعها وطعمها يعني يكون مميز حتى أن رحتها بتكون كثير ظاهرة أنا هون أخدت ملعقتين من زبدة اللورباك كانت طريقة بدرجة حرارة المطبخ ضفت لهم تقريبا ثلاث ملاعق من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من مهروس التوم اللي فرش وحطينا هون تقريبا أربع ملاعق من البقدونس المفروم ناعم بنحملهم زيتات بيلة أو خليط وبنقلبهم كثير منيح مع بعض إذا شفتوهم شوي سميك القوة ممكن نضيف قليل من زيت الزيتون ونرخيهم شوي لأنه رح يشرب الخباز الزيت هلأ هون نمسك الخبزة وبنا نكون سخيين وكريمين وإحنا بنحط عليها الخليط اللي عملناه لأنه هو أساس النكهة اللي رح تعطي للخباز التعام والريحة بنبلش ندهن كل شرائح الخباز تقريبا ملعقة ممكن تاخد معنا بنوزع عليها الخليط كثير منيح وبنجهز كل الكمية هلأ هون في خيارين إما أنك تشويها بالفرن لحتى تتنشف وبعدين تضيفي عليها الجبن المبشور طبعا الجبن استخدمي أي جبن بالدكية أو أنه بعد ما خلصنا عليها الطبقة الأولى من الخليط ممكن نوزع الجبن ونشويها لمرة واحدة وأنا طبعا رحيت للخيار الثاني أني أنا شويت على طول مباشرة بعد ما حطيت الجبنة يعني أنا فعليا حطيتهم تحت الشواية تقريبا مدة عشر دقائق لحد ما دابت الجبنة وتلعت الريحة اللي عن جد عبت المطبق ما شاء الله ريحتها بتشهي نوع من المقبلات استخدموها هاي الطريقة واعتمدوا إنكم دايما تحطوا أطباق جانبية جنب الطبق الرئيسي كثير يعني بتعطي أولا إقبال على الأكل وبتفتح الشهية وبتكون بتعطي منظر كثير مرتب للسفرة أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا من هاي الفكرة والطريقة اللي إحنا عملنا فيها إن شاء الله إنكم ما تنسوا تعملوا إعجاب للفيديو وإذا كنت جدت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وأهلا وسهلا فيكم شكرا